اسم التجربة المرونة Flexibility الهدف من التجربة معرفة قدرة ومرونة بعض المواد على العودة إلى شكلها الأصلي عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة التعامل مع الأوزان بحذر أدوات التجربة ثلاث مساطر قياساتها متشابهة من مواد مختلفة بلاستيكية وفلزية وخشبية ثلاثة أوزان خيط رفيع شريط لاسق أداة لقياس الطول خطوات إجراء التجربة نثبت طرف المساطر الثلاث بوساطة الشريط اللاسق على حافة الطاولة نقيص المسافة باستعمال أداة قياس الطول بين حافة المسطرة والأرض نعلق في طرف كل مسطرة ثقلا وزنه 25 جرام نقيص المسافة بين حافة المسطرة والأرض ونسجل النتائج في الجدول كالآتي نزيل الثقل عن المساطر الثلاث فنلاحظ أن المسطرة البلاستيكية قد حافظت على وضعها الأصلي بينما اختلفت المسطرة الفلزية عن موضعها وبقيت الخشبية كما هي نكرر الخطوات السابقة مرتين إحداهما باستعمال وزن مقداره 50 جرام والأخرى باستعمال وزن مقداره 200 جرام النتائج نستنتج أن المواد تختلف عن بعضها بعضا بقدرتها على العودة إلى شكلها الأصلي عند تعرضها إلى قوة خارجية مؤثرة فيها وهذه القدرة تسمى المرونة حيث إن مرونة مادة البلاستيك كانت أكبر من مرونة الخشب والحديد بينما يعد الخشب أقل مرونة